تصديف العاصمة المصرية القاهرة المؤتمر الوزرية ثاني لمنتدى غاز شرق المتوسط يشارك في المنتدى ممثل الدول الأعضاء في المنتدى إضافة إلى ممثل عن الاتحاد الأوروبي ووزير الطاقة الأمريكي يناقش المشاركون في اجتماع منتدى غاز شرق المتوسط سبل تحقيق الاستقرار والفائدة المشتركة لشعوب الدول من ثرواتهم الطبيعية وتنقيب تركيا عن الغاز في شرق المتوسط بالقرب من قبرص رغم اعتراض الاتحاد الأوروبي ومصر على ذلك نتوجه إلى جناف معي هناك دكتور محمد سورة صبان المستشار الاقتصادي والنفطي والدولي دكتور صبان يسعدني أن تكون معي في عالم ظاهير اليوم دعني أسألك عن أهمية هذا الاجتماع الأول لمنتدى شرق المتوسط للغاز وسط كل الأمال المحيطة بحل المشاكل القائمة بين الدول في شرق حوض البحر الابد المتوسط والانتقادات المواجهة لتركيا والخلاف بين لبنان وإسرائيل حول التنقيب عن الغاز الأمال الكبيرة تعلق على هذا الاجتماع ليس كذلك بسم الله الرحمن الرحيم صحيح أن هذا الاجتماع قد يساهم في تفعيل النقاش حول الخلافات القائمة بين هذه الدول هي ليست تركيا فقط وإنما هناك خلافات فلسطينية إسرائيلية هناك خلافات لبنانية إسرائيلية حول الغاز لا ننسى أن الغاز الآن الطلب العالمي عليه كبير جدا نتيجة لما ذكرتموه قبل قليل هناك توجه أوروبي لمواجهة تغير المناخ وإن هناك تحفظات كثيرة لا أود أن أدخل فيها لكن أنا أعتقد أن بخروج أمريكا من الاتفاق باريس فإن هذا قد قضى على الجهود الدولية بالكامل لكن نعود إلى سؤالك أنا أعتقد أنها فرصة الوجود إذا حضرت تركيا وحضرت الاتحاد الأوروبي وحضرت بقية الدول فإنها فرصة لطرح كل الأمور للنقاش من أجل التوصل إلى اتفاق يشمل الجميع ويتوصل إلى صيغة توافقية مشتركة تفيد جميع الدول المطلة على شرق البحر الأبيض المتوسط وهذا ما يأمل الجميع لكن عمليا هل هذا ممكن دكتور محمد إذا ما نظرنا إلى الوقائة على الأرض والاستفزازات أو لوبة أشهد والجهزة السياسية التي تضغى على المشهد في موظم دول الشرق المتوسط نرى أن هذا الأمر معقد للغاية إن لم يكن مستحيل أنا أعتقد أن أتفق معك تماما الأمر يبدو مستحيلا خاصة بالنسبة لتركيا خاصة بالنسبة للبنان وإسرائيل الفلسطينيين وإسرائيل ما لم يتم حل كل هذه المشكلات السياسية فإنه لن يكون هناك استقرار في منطقة شرق البحر المتوسط ولن تكون هناك الفائدة القصوى المرجوة في هذه المنطقة واستثماراتها لجميع الدول المطلة على البحر المتوسط دكتور أحمد ماذا عن قدرة؟ مصر طبعا يهمها أن تكون أودون أسألك عن قدرة التقارب تتحدث ربما عن مصر قد يكون لها دول الوساطة لا أدري لكن ما قدرة المجتمعين في القاهرة في هذا المنتدى المهم جدا من التواصل والتواصل ربما إلى ما يسمى بالإنجليزية أو خطوط عريضة للتواصل والاجتماع مرة أخرى ربما بهدف تقريب وجهات النظر هل هذا ممكن الآن؟ أنا أعتقد إذا حضرت الوفود وتشمل الوفود قانونيين ولديهم إلمام بالقانون البحر البحار وطرحوا كثير كل المشاكل التي تواجه هذه الدول على الطاولة وبدأوا في نقاشها قد يكون هناك أمل في التوافق بين معظم الدول ولا أقول جميعا لكن حتما هي خطوة إيجابية قد تؤدي إلى فعلا تحقيق تقدم وإن أتوقع أنه سيكون تقدما بطيئا لكنه سيكون مفيدا لدول المنطقة وخاصة هناك فرصة للاحتكاك العسكري بين تركيا ومقية الدول هناك بين لبنان وإسرائيل إلى آخر كل هذه الأمور سيئة نعم فهذه الأمور لا تحل في اتفضل كنت أستفيد من آخر دقيقة فالاتصال معك بجنيف دكتور محمد لأسألك عن أهمية الغاز بالنسبة لكل هذه الدول بالنسبة لدولة مثل لبنان ربما البلد بحاجة ماسة لمردود بسبب الأزمة الاقتصادية فيه بالنسبة للفلسطينيين أيضا ما أهميته بالنسبة مثلا لتركيا أو مصر هل يدخل في صلب الرؤية الاقتصادية لهذه الدول مثلا حتما بالنسبة لتركيا لا ننسى أنها تستورد حوالي 60% من احتياجاتها من الغاز من الخارج وبالتالي استفادتها أو استثمارها والتنقيب على الغاز في مناطق قبرص التركية سيكون عامل إيجابي كبير بالنسبة لتركيا نفس الأمر بالنسبة لبنان لبنان يعاني الكثير هو فقير في الطاقة في مصادر الطاقة وبالتالي وجود هذه الاستثمارات واستغلالها سيؤدي إلى تزويد لبنان بما تحتاجه بالنسبة للطاقة الكهربائية كلنا يعرف مشاكل الطاقة الكهربائية في لبنان وسببها الرئيسي هو نقص الإمدادات نفس الشيء بالنسبة لمصر مصر صحيح أن هناك عقد مع إسرائيل لاستيراد الغاز من إسرائيل لكن هذا أمر غير مستدام وبالتالي استثمارات مصر المعتمدة على التكتل الإقليمي الحالي تؤدي إلى استدامة الإمدادات بالنسبة لمصر في الفترة القادمة وتكون فعلا مركزا إقليميا للطاقة وهذا ما تريده على أمل أن نجد هذا اللقاء معك ضيفي مجنيف دكتور محمد سرور الصبان المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي شكرا جزيلا لك